اشتركوا في القناة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بيسبان والنجم والشجر يسيذان والسماء وفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها بالأمام فيها فاتهات والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مالج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما ترزخنا البغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجو ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشى الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواء من نار ونحاس فلا تنتصبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومين لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر